سعيدنا جدا بك في صباح الشروع وتكتمل السعادة دائما بمتابعاتكم مشاهدين العيزاء لصباح الشروع خليكم دائما قراب وخليكم دائما معنا عندما تتجه بك خط المسير شمالا ما بعد محلية بربر فاعلم أنك في أي من ديار آل رباط أو قل الرباطاب والرباطاب كما هو معروف إحدى القبائل النيلية التي استقرت شمال ولاية نهر النيل ذات إرث وتأريخ ضارب الجذور وعندما تطل عليك الشمس بهية الإشراق من خدر أمها فتأكد بأنها تشرق عليك من أرضهم ومن بين قرى ومناطق قبيلة الرباطاب التي تتناثر كما لألئ والياقوت على نهر النيل العظيم في مساره العابر لمحلية أبو حمد شمالا ترقد وادعتنا الجزيرة بسوي أو كما يحلو لمغنيها ونديمها ودع عبد الباقي أن يسميها بعرجونة الشمال الجزيرة بسوي التي كانت تتخذ لنفسها مرقدة وسط النيل ما بين مجراها الشرقي والغربي ما عادت الآن كذلك فبحسب روايات الثقات من كبار أهلها تحولت بسوي للضفة الشرقية كمثيلاتها من القرى المجاورة لها كأم غدي وندي وغيرها فأضحت بسوي قصة محيرة لجزيرة هاجرة النيل بأمر الصحراء رمال الصحراء وأدت قصرا صورا لتفاصيل حياة كانت تمور وتموج بين الحركة والسكون في الجزيرة ما يعني أن الزحف الصحراوي ابتلع البحر الشرقي وأجزاء من الجزيرة بسوي فلا زالت الروايات تنسج عن بيوت ومساكن وسواقي وآثار قديمة اعتلتها كذبان الرمال كغيرها من القرى والجذر بمحلية أبو حمد تمثل الزراعة الحرفة المتوارثة لأهل المنطقة على الرغم من أن الجزيرة بسوي أفقدها الزحف الصحراوي عشرات الأفدنة التي كانت تحتضن أشجر النخيل وغيرها تفاصيل صور الحياة الباقية بالجزيرة بسوي لا تحمل ثراء فاحشا في المكونات المادية للنسيج المعماري فعلى أقل تقدير تغيب على المشهد من بين المساكن المعالم والمرافق والمآذن لكن ثراء جمال الطبيعة الباذخ ببديع الخمائن الخلاب الرائع سكب على النيل روعة وسحرا فاتنا جعل بسوي تحمل وجها آخر وصورة ثانية لغلاف كتابها موسيقى نهر النيل على بسوي لا يكاد يستقر مجراه على حال كما يبدو فالكثير من الجذر استباحت حرمة تياره وحرية مساره بل إنها سلبت منه سهولة الانسياب المتدفق نحو مصبه الموعود ومنتهه المقصود في جنوب وادي النيل لكن الطبيعة في المقابل منحته جذرا كما الجواري والحور الحسان فاحتارت مفردات الشعر في الوصف عندما أجاد نظم القريض بعيون لم ينعم الله عليها بالبصر جلسات الانس والسمر في بسوي لا تحتاج لأن يزدل الليل أستاره حتى تلتئم فما بين ظلال الأصيل وأشجار النخيل يطيب المقيل وتمثل البيوت الكبيرة للأسر محفلا لتلك الملمات للرجال والنساء فدفء الأهل المجلوب بالفطرة والمحنة يجعل التداخل والتواصل لا يتقيدان بحواجس متاريس أهل المدن أما تراث الجزيرة بسوي فهو كما تراث قبيلة الرباطاب حافل بالقيم الأصيلة التي تعلي من الكرم والجود والصدق والشهامة والمروة والانتماء الصادق لتراب الوطن بل إن أشعار وأغاني من يحتفون بهذه القيم تتسم بقوة المفردة ورصانة التعبير وعفوية وتلقيئية الأداء للرزين وأخلاقك ظراف وكلاما خات الجفافين يا رامي على أي تحال إن كانت عرجونة الشمال اليزيرة بسوي بقديمها أو جديدها لا تشكل إلا ملمحا من تاريخ وحياة بعض من ساكني محلية أبو حمد على النيل إلا أنها تشاكل وتختزل حياة منهوم فيها بتفاصيلها